مرحبا يا رب ان شاء الله تكونون بخير وياكم سحر علي اليوم حنشرح المحاضرة الرابعة والأخيرة من المحاضرات الستولوجي التابعة الموديول الهيماتو يارب ان شاء الله تكونوا استفاديتون من المحاضرات السابقة هاي المحاضرة صراحة محاضرة مهمة بس ان شاء الله هم تكون حلوة بسيطة اليوم شنو حنقرأ حنقرأ السكندري لمفويد أورغان تمام ذيش المحاضرة اذا ريت نرجع نحن نشاهد عندنا ملاحظة كلش حلوة ثمانية وين جونت؟ هنانا بضبط هنانا شدي يقول لنا هنانا حجينا على شوية السكندري لمفويد أورغان بفيش المحاضرة من ونقلنا في سكندري لمفويد أورغان من شاء الله تضمن لي شاء الله تضمن لي اللي هي عقدة لمفاوية والسبلين تمام وعدنا المالت تمام اللي هو مال ميوكوزة اسوشييت لمفويد تشيو تمام هذولة من قرأنا عليهم شنو يتميزون وظيفتهم انو التي سيل تمام والبي سيل شي يصير بيهم يصير الاكتيفاشن مالتهم والبرولايفريشن بالهاي بالسكندري لمفويد أورغان تمام فهين خليها ببان مثلا لو طلبوا من عندنا شنو مثلا وظيفة السيبليم نقول انه هو المكان البلايس وير تي سيل تمام اند بي سيل اكتيفيت اند برولايفريت وما حد يقول لنا غاط لانها هي وظيفة السكندري لمفويد أورغان كلهم بشكل عام حتى بالنسبة لللمفنول وحتى بالنسبة للمالت تمام تمام اهنان شنو نقدر نقول خلنا رجع المحاضرة اوكي اهنان شنو هنقرأ هنقرأ اول شي واحد بهم هو السيبلين السيبلين لو نجناه شي يقول لنا السيبلين السيبلين هو شنو هو اه simple sequamous epithelium اوكي هو شنو اسم هاي simple sequamous epithelium فالطبقة اسمها البريتونيوم هاي البريتونيوم داستوي احاضة داستوي covers اوكي covers المن the dense irregular collagenous connective tissue capsule of the spleen اهنان شنو الفكرة لو نجي هنا على هاي الصورة منطقة اه البريتونيوم خليناه احتبرها فتشي مثل البطانية تمام مثلا موجود هاي المنطقة كل هاي المنطقة شنو بيها برييتونيوم فتشي مثل البطانية انا راحني عمضي يجي كفكرة كلش بزيطة نمو المية كلش قوية بس تفيد تمام فهاي البطانية وين موجودة موجودة من ضمن منطقة منو من ضمن منطقة الابدومن اوكي هاي منطقة البطن هاي اللي البطانية تحيط الأعضاء الموجودة ضمن هاي المنطقة شنو مثلا عندنا أعضاء مثلا عندنا المعيدة تمام عندنا الأمعاء الدقيقة أوكي وراء أمعاء الدقيقة تبديل غليظة أنا آسفة عرسم حتى لو مو كلش واضح بس أنه يعني يفي بالغرض سوري تمام فهاي مثلا البطانية أوكي تحيط مو كل الأعضاء الموجودة من ضمن منطقة الأبدومن وإنما أكثرها من ضمن الأعضاء اللي صايرة بداخل هاي البطانية اللي هي البريتونيوم هو منه هذا السيبلين تمام فالسيبلين أوكي تمام لون جينا نرسم بالله خلنا أخذ لون بنفس جي هذا السيبلين مثلا فرضا السيبلين به كابسول خلنا نرسم كابسولته بهذا اللون هاي الكابسول نفسه بريتونيوم تمام كفر ليسوي حاطة المن ليسوينا حاطة للكابسول هاي حتى دارين نختصرها يقول لنا شنو هراها يقول لنا سوري أوكي هاي الكابسول أوكي لنحج على الكابسول أوف دي سبلين هاي الكابسول ويتش قصتنا على الويتش هي على الكابسول شنو هاي دي تطيني كما تمثل اسأمها امتrada كما تمثل في الأسام بي كما تمثل espera ما 진리 ها شنو اللفكرة كما تمثل أقسل هاي الكابسولة تicing مثل الإمتدادات اخسر هاي الامتدادات شن اسمها اسمها الترابيكيولي فهاي اذا تنتبهون عليها مثلا واقفة مثل الاعمدة او مثل الجسور حتى شنو حتى تطي فريمورك اللي هو عمل يعني تطيها مثل تحافظ على هيكلية او البناء والتها تمام تمام فلس عرفنا انه السبليم بيكابسول هاي الكابسول من برة شنو محاطة محاطة بالبطانية البطانية اش سميناها 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 بريتوني ومن هاي الكابسول شن Ellie تدى ان الله تمتد عنا ترابيكيولة هاي ترابيكيولة هدافها انو تطييني فريمورك ت منتد يعني داخل السبليم حتى تطيها عن اوكي ولا تنتبهون هاي السي هي الكابسول و منتد منها ابتدادات هاي هي ترابيكيولا تمام وراه شنو يقول لنا اوراه يقول لنا هما راح نبدين قارن تمام؟ هنا جدي يقول لنا يقول لنا السيبليين هو مشابه لللمف نود انه شنو يحتوون يحتوون على فتش اسمه الهاي لام اذا تريدون تعرفون الهاي لام شنو فلسا مثلا لو نجي مثلا نرسم فطحها الثاني تشوفون هاي الخسفة هاي الخسفة اسمها الهاي لام تمام خلنا نكتبها سوري اسمها الهاي لام ثواني يمكن اكو خربطة ايه تقول سوري الهاي لام تمام هذا الهاي لام شنو فاقته فاقته انه مثلا الهاي لام مثلا وريد اسفة سوري شريان الارتري وعدنا الفين اوكي وعدنا مثلا النيرف كلهم ممين يدخلون يدخلون من الهاي لام تمام ترى الهاي لام موجود بكثرة الاورغان يعني مثلا حتى بموديول ريسباراتوري من درسنا مثلا القصبة الهوائية من تتفرع تمام من تجي تدخل مثلا الكل لام شنو بيها بيها هم جزء مثل الخسفة تمام هاذا شنو هاذا هم اسمه الهاي لام اوكي تمام او همينا بعد شنو انه سقلنا انه سبلين يحتوى على شنو يحتوى على الهاي لام مثل منو مثال سيميلر تو ذا لام فنود تمام وهمينا بعد شنو يقول لنا يقول لنا لاكي لكن اكو اختلاف اهنانا but different from both ثايموس اللي هي الغدة الدرقية واللمف نود انه هو يفتقد للكورتكس والمدلة هسا مثلا بذيج المحاضرات اوكي هنطلعها هسا بذيج المحاضرات مثلا من درسنا انه عندنا كان مثلا هاي الثايموس اللي هي الغدة الدرقية كان تحتوي على منطقة غامقة سميناها كورتكس والمنطقة الافتح هي كانت المدلة اهنانا السيبليين ما عنده هاذ الشي بس شنو عنده السيبليين هنا جدي يقول لنا سوري يقول لنا انه السيبليين اوكي is divided into red bulb الى يعني البالب هو مثل اللب تمام فهي الى red bulb و white bulb اذا ننتبه اهنانا هاي المناطق اللي احنا هاي المناطق المحاضر بالدويرات هاي شنو هذني هاي هي ال white bulb بس الاماقين المنتشرة بين هاتهم بين هاي الدوائر تشفون هاي الدوائر هاي الدوائر هي white bulb بس المناطق هاي كل المنتشر هاذ المنتشر هاذ شنو عبارة عبارة عن red bulb فالسيبلي شنو يحتوي يحتوي على red white bulb تمام the later constant lymph element contain sorry هس ها شنو يتميز انه white bulb اوكي هو يحتوي على شنو contain lymph element يعني يحتوي على الخلايا اللمفاوية اللي هي ال bi والتي سل اوكي فما نريد مثلا نجنح شي هاي الصورة سننزلها ال white bulb اللي وقلنا هاذ الدوائرات تمام حدا هنا نكاتبيها white bulb يحتوي على شنو يحتوي على مثلا ال bi سل ومنطقة همينها حدنا مثلا عندنا منطقة اسمها ال peri arteriular lymphoid sheath هاي lymphoid sheath هم تحتوي على شنو تحتوي على T cell تمام فبشكل عام انه white bulb يحتوي على شنو يحتوي على خلايا اللمفاوية فاذا وظيفتش حد تكون تلعب دور بالمناعة هذا المنسبة لل white bulb بينما ال red bulb احنا قلنا يشمل لي red bulb هاي المنطقة كلها البعيدة عن الدائرة فبما انه هاي المنطقة خلنا مثلا هاي المنطقة كلها red bulb بس هاي الدائرة هي تمثل وهاي اقفة sheet مفاتحة هاي تمثلي جزء ال white bulb بينما البقية هو red bulb ال red bulb يلعب دور شنو بالفل ترى ليش هسا هنجي بعدين شوي شوي نعرفها بس بشكل عام بس عرفنا التقسيمات انه red bulb وال white bulb وال white bulb شفنا انه هوا بيهوا يلعب دور بالمناعة هناش دي يقول لنا دي يقول لنا these two regions are separated from each other by the marginal zone تمام حلو لو منا نيجي على هاي الصورة مع هاي الصورة شنو خاصة تمام شنشوف بعو باعو بتشوفو لي بلا خلا امسح هاني هم الخاط هتا نرس ما سويه ممم استهنانة بتشوفون هذا هذا البنفسجي هاي النقاط الخلاي البنفسجية تحسون هاي الخلاي البنفسجية تحسون هاي الخلاي البنفسجية عباك ماشية هاي نوع باك هي شي مترتبين مثل الموجة اوكي هنانة وهنانة تتخيلوهم تمام هاي الخلاي الحمرة اذا دا تنتبهون هاي المنطقة الحمرة هاي المنطقة تشوفون هي اكو خلاي هسا مثلا هم تقولون مثلا كبنفسجية وحمرة بس اكثر شي طاغي منه شكل خلاي الحمر فهاي المنطقة الحمرة بالحقيقة دعنا نحوطها هي ريد بولد وحتى ودى لي نعم قشرين ياها ريد بولد وحتى هاي هسا من المنطقة الحمرة هاكلها ريد بولد بس من نقترب هنانة مثلا دعنا نحدد هذا الجزء هذا الجزء لو نقارن بهذا مو يعتبر بنفسجي اكثر فهذا الخط البنفسجي اللي هو هم حرجاء الشرهنانة هذا الخط من نانا صاير صاير من نانا هذا نعتبر المارجنال زون يفصل لمنطقة ال white bulb تمام عن منطقة ال red bulb هاي الخطين هسا الزرق الرسمتهم هم ديفصلون او ديعزلون منطقة ال red عن منطقة ال white bulb يارب ان شاء الله تكون واضحة ان شاء الله تمام اه فسناش يقول لنا ديقول لنا ديقول لنا نحنا دا نفصل بين ال red وال white bulb عن طريق هذا الخط البنفسجي نشوفوه انت هسوي ازرق بس هاي الخلايا دي قصدي على نون الخلايا خنرجع عمنا رزمان كده تمام بدا يفصل لي ال white عن ال red bulb تمام سناش ديقول لنا الوظائف مستسبلين صراحة مهمة وممكن تيجي مثلا اساي وحلوة يعني ذا جدي عدنا السيبلين هو يلعب دور شنو يلعب لي دور بال اوكي السيبلين هو يعتبر فلتر للبلود ولا تذكرون مثلا الخلايا اللي عشون مثلا تصير ايجد او تكبر بالعمر مثلا كربي سي كريات دم حمر من تدعب ترى تكسر مالتها يكون بالسيبلين تمام تمام فالنازل مثلا عندهم مشاكل بالدم اكثر شي مثلا نلاحظ عندهم سيبلين وميقالي تمام فمثلا مثلا خلنطي مثال اللي هو مثلا هاي شون السفيروسايتوسز اللي هي ال الار بي سي صار كوليج دائرية وتشبيرة فهاي ما تتفلتر تمام فتبقى بداخل السيبلين فالسيبلين تبدي به هاي خلايا يعني الار بي سي تتجمع وصار بي انلارجمنت انو كثكرة بس نانا انو لا ندوخ نفسنا هزا خلننركز على الوظائف ما السيبلين السيبلين هزا اول وظيفة الى هي شنو وظيفته هو يلعب دور بالفلترة مع الدم تمام وهو كذلك يعتبر كمخزن للمن للارثروسايت للار بي سي الكريات الدم الحمر تمام وهما ينه يلعب دور انو مو بس يخزن للار بي سي همينا يسوي فاكو سايتوسيس اكل خلوي المن للدمج للمتدمرة اند ايجد او بي سي او ارثروسايت تمام فهو يلعب دور بالفلترة تمام كفلتر ويلعب دور بالخزن ويلعب دور بالفاكو سايتوسيس بالاكل الخلوي وهمينا بعد شنو اند السايت اوف بروليفريشن او بي انتي لمفوسايت هو مكان اللي يصير بي ليش قلنا البروليفريشن لين قلنا هو ساكندري لمفويد اورغان تمام بما انه هو ساكندري لمفويد اورغان فالشي اكيد هنعرف هاي المعلومة اللي هي المال مال البروليفريشن والاكتيفاشن اوكي هو همينا يعتبر شنو سايتو بروديكشن اوف انتيبادي باي ذا بلازما سيل بشكل عام اصلا اساسا بتيجي المحاضرة شنو قلنا قلنا البي سيل من النصر تتفعل وثير بالغطاء بها يكتوف ما تصدق بعدين؟ تتحول تتحول بلازما سيل البلازما سيل اسف المباشر نحن مفترض البلازما سيل تتطيني انتيبادي ما جاية من البلازما سيل هي البلزما سيل تمام اذن مراها قدنا نتحدث عن السبليم بشكل عام تمام احنا ممكن نقسم نسبلين الى white and red bulb هذا اول واحد هو الwhite bulb الwhite bulb قلنا اكثريته شنو عبارة عبارة عن لمفوسايت تمام هاي المفوسايت يأما تكون موجودة على شكل منتشر تمام او يأما تكون على شكل مثل الدويرات اللي هي هاي باقول له هذا الرسم خلو امسح نصرهوسة ثواني تشوفون هاي الدوائر هاي الدوائر هاي الدائرة هاي الدائر لبالازرق هاي 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 الدوائر هي nodular تكون عبارة عن شكل مثل النوديول تمام هاي النوديول هي تمثل لنا حد اهناني شها المنطقة بسميها white bulb تمام هاي المنطقة المنطقة بسميها المارجنالزون وهاي الحمر هي red bulb تمام فهس الwhite bulb هو شنو يكون يأما على شكل نوديولر اوكي وهاي المنطقة النوديولر اكثريتها عبارة عن شنو عبارة عن بي سيل تمام عبارة عن بي سيل الدليل هاي الصورة لو تشوفون هاي الدائرة شنو هاي الدائرة هاي نوديول تمام هاي النوديول شكاتبين هنانا هي من بين الكتابة ان شاء الله تبين مكتوبة mostly بي سيل فهاي الدائرة هي اكثريتها شنو عبارة هاي الدائرة عبارة عن بي سيل وهي من ضمن يون جزء ال white bulb تمام وعدنا يأما تكون ديفيوز الديفيوز الصيغة المنتشرة شون تكون منتشرة منتشرة على شكل مثل الشيث هاي الشيث هي شون شكل هالشيث اسمها ال peri arteriolar lymphoid sheath يعني وين هاي موقع هاي الشيث او يعني وين مكان صاير مكانها صاير سوري مكانها صاير حوله peri حوله arteriolar يعني حوله الفرع ما شريان اذا ننتبه هم بهذا الرسم هذا شريان تمام هذا الشريان مطيني فرع اوكي هذا الفرع اذا تنتبهون اكو هذا لون ايج مثل الفاتح تنتبهون ثواني حس هوي بالاخضر اوكي هذا المكان الفاتح تشوفو نضحط عليه هايلايت هذا المكان الفاتح العلا بياض هذا هو حتى هنا مكتوبة ال peri arteriolar lymphoid sheath اللي هي ال paols تمام هاي تكون اكثريتها T cell فهذا منطقة النون ديول هي بي سل ومنطقة ال paols هي شنو عبارة عبارة عن T cells تمام اوكي فهذا نجده يقول لنا يقول لنا يقول لنا يوما يكون ديفيوز ايه هاي داعي لها محاضر شوية مهمة فهذا نجده عندنا ال white bulb ال white bulb تمام ال white bulb يوما يكون ديفيوز منتشر يوما يكون نوديولر سجهز لمفويد نوديول اللي هي هاي دويرة اللي هي شنو تكون موصلي عبارة عن بي سل وعدنا هاي المنطقة الفاتحة البيضة تمام صار حول الارتريول اللي هي ال PALS اللي هي عبارة شنو موصلي T cells تمام وراه شي يقول لنا يقول لنا حول the central arteriolar it is also contain macrophage and other antigen presenting cell هناش نو الفكرة انو لانا هاي المنطقة تشوفون هاذ المكان هاي النهايات والارتريول التفرعات تشوفون هاي نانا مثل التجمعات ما الخلايا هاي الخلايا بالحقيقة هاي عبارة عن macrophage اوكي فبيني هاي شنو احنا عدنا ضعو ناذا نكبر سوري شو الكتاب ما واضح وان هذا الرسم بس وكوش حلو مكتوبة sheath of macrophage هذاني الخلايا دويرات اوكي هي عبارة عن تجمعات او صفيحة من الماكrophage تمام فهزا شنو وراه شي يقول لنا اوكي the marginal zone of the spleen اوكي هزا خلصنا منو اول وحدة اي منو اللي هي white bulb خلصناها عرفنا انو يحتوي على منطقة diffuse اللي هي pls وبينوديلر تمام النوديلر اكثرية بيسيل والمنطقة ما pls اللي هي peri arteriolar lymphoid sheath اللي هي شنو عبارة اكثرية عبارة عن تيسا تمام وقلنا بالنهايات ما الارتوريول مش هنلقي هنلقي التجمعات من الماكروفيج اوكي هزا شنو هنجي نحتي هنجي نحتي على المارجينال زون المارجينال زون قلنا هاي الخلايا البنفسجية تمام تفصل لنما بيان هذا السهذا الساريخ انو اوضحها اكثر هذا البل برتقالي هي منطقة white bulb ليش عرفتها هاي white bulb من الدوائر من النوديول نتيجة وجود النوديول النوديول هي نوديولر يعني نوديول هي تعتبر صفة ومميزة المن للwhite bulb فهي المنطقة هي white bulb وبما انو هذا المكان البنفس الخلايا مات هي مثل عباق صايرة الخط البنفسجي من الخلايا هاي المارجينال زون شنو فائدتها اذن هي جلس تستموينا تستموينا هي منطقة وين صايرة بتوين منو منو between the red and white bulb اوكي at the periphery اوكي periphery of the PAO وين صايرة صايرة على المحيط مثل لو نجي هنا الPAO اللي هو prearteriolar اوكي لنفويت فهنا هاي منطقة هنان 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 فهي هنان على حواف هاي الشيث PILS شنو حنلقى حنلقى المارجينال زون تمام فهزا شي قولنا المارجينال زون تفصل ما بين ال red و ال white وش نسوينا receive upload هزا حنج نحكي على النقطة الثانية النقطة الثانية تقول لنا هين وشنو هذا المارجينال زون مهند يستلم الدم from the capillary loops تمام من العقد الوعائية هاي العقد ما يعني الاوحية الدموية مين جايته جايته من central artery تمام هذا central artery يعني دي ينطينا capillary loop هاي لتروح للمارجينال زون تمام من بعد هشنو بما ان المارجينال زون كان ما صار هو اول مكان دخل بي الدم فهو شي يعتبر is the first site هو المكان الاول where blood contact تمام to the splenic parenchyma فهو المكان اول يعني صح المكان الاول اللي عم طريقة اللي blood او الدم تيسوي اتصال او تيوصل المن للنسيج البرانchyma هي النسيج النسيج من سبلين تمام it is specially supplied by menu هو يعني تحتوي على phagocytic macrophage تمام يحتوي على الماكروفاج ويحتوي على other anti-gene presenting cell فهو جميع القابلية اكيد هو بما انه السبلين هو من الاعضاء اللنفاوية فيعني اكيد يعمل وظيفة الدفاعية وهي فهو يحتاج اكيد ماكروفاج ليش وجود هذا الماكروفاج ضروري مثلا هاي الماكروفاج تمام مثلا خنفرض هاي الماكروفاج من يدخل باثوجين هاي الماكروفاج تلقائيا ش هتسوي له هتبتلعه هتسوي له phagocytosis فهذا الباثوجين وين صار صار inside the cell وهاي من بعد ما زوت الابتلاع ش هتروح تسوي خلنا نبينها ابناء بخير النقطة هتروح تسوي تروح هذا الباثوجين اللي بتلعته تسوي له تسوي له تسوي له يعني تطلع على السورفيس مالتها على السطح مالتها حتى من تتعرف عليها تتعرف عليها على T2 helper cell تمام أو T cell تتعرف على هذا الباثوجين تمام فهي السنان ماكروفاج عملتك شنو؟ عملتك antigen representing cell وهي ضرورية حتى انو بالوظيفة المناعية تمام It is region where هاي النقطة على شنو بها دي يحشينا دي يحشينا دورها لدى تلعبك secondary lymphoid يعني organ احنا مو قلنا بداية المحاضرة انو secondary lymphoid organ هي المكان اللي يصير بها activation لل T وال B lymphocyte قبل تمام before يعني قبل ما تروح للكيشن مالتها قبل ما تروح للموقع مالتها ليش لنهاية B وال T cell مثلا ما ممكن انو تروح للعضو وهي ما صار بها activation أو proliferation تمام فهي تروح مثلا لل Lymph node اللي هي بشكل عام secondary lymphoid organ يصير بها activation ومن بعدها تروح لشنو تروح لمالتها location أو لمالتها organ تمام اضافة لهذا الشيء بداخل السبلين يتكون عندنا شنو يتكون عندنا الMHC molecule والepitope complex تمام هذول شنو يعتبرون يعتبرون مهمة حتى T cell تقدر تتعرف خلنرفع بله هاي الصورة اللي كانت موجودة بذيج المحاضرة ثواني طفل الله تمام حنيش نحكي على النقطة الثانية نقطة الثانية جاي يقول لنا هي receive blood مين دا تستلمنا الدم؟ دا تستلمنا الدم من الcapillary loops تمام؟ من العقد الوعائية هاي العقد الوعائية مين جاية؟ جايدنا من central artery فهذا شن نستنتج؟ نستنتج أنه عندنا في شيء اسم central artery أو الشريان المركزي هذا الشريان نطاني capillary أو حية هاي الcapillary وين دخلت؟ دخلت بمنطقة marginal zone تمام؟ فإذن أنه إحنا أول شيء قلنا central artery من ثم نطاني capillary من ثم راحت يا منطقة يعني نقدم المن يا منطقة منطقة المarginal zone فهاي المarginal zone اش تعتبر؟ تعتبر يعني نا يقلنا لذلك thus is the first site ينمكان الأول where blood contact to the splenic parenchyma يعني عن طريق المarginal zone هي من خلالها مو هي دا تستلم دم فهي تعتبر يعني المكان الأول اللي عم طريقها النسيج ما ستسلم دا يوصل لها دم تمام؟ اوكي اتس رشلي ها هي شن تكون غنية غنية بيمن غنية بلد ماكروفيج والأثر انتيجين بريسنتين سيل شون الفكرة مالتها انو اكيد هي السيبلين هو عضو يعني شون لعضاء secondary lymphoid organ فهو يلعب دور بالمناعة فالماكروفيج وجودها كلش ضروري ليش مثلا اذا دخلنا مثلا هذا باثوجين هتيجي علي الماكروفيج شن نسوي له تبتلعه يصير هذا الباثوجين بداخلها وهي الماكروفيج بعدين مثلا ممكن ان تعرض هذا الباثوجين على سطح مالتها اوكي و سوي له presentation فتعمل كأنتجين بريسنتين بريسنتين اوكي عندنا النقطة الوارهة اجده يقول لنا بيها يقول لنا تسطريجين و سيكوليتي تي و بي لامفوسايد انتر تسطليين تمام بفور بيكمين اوكي سكريد مثلا 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 هنا شون الفكرة اتنا هم رجعك ايدنا الفكرة نكيدنا انو هي تعمل يعني وظيفتها كاسكندر لامفويد اورغان شلون لان البي والتي سيل تمام يصير بيها اكتيفاشن و برو لايفريشن بهاي المنطقة قبل قبل ما تروح للوكيشن مالتها اوكي داخل الاورغان فهي تحتاج ان تكون موجودة بالسبلين انو مثلا احنا بنشوف بي و تي سيل بعض احنا مثلا بنشوف البي والتي سيل داخل السبلين مو معناها انو هاي البي والتي سيل ما السبلين نفسه لا ممكن انو هاي البي والتي سيل مال غير عضو بس هي قاعدة بالسبلين حتى بس على قد يصير بيها اكتيفاشن على قد بس تتفعل بالسبلين يلا تروح للعضو مالتها تمام اوكي اضافة لانو نداخل بالسبلين شنو يتكون يتكون نحصر على فد مولكيول اسمها اوكي سوري اسمها اسمها الاماجسي تمام مولكيول وها الاماجسي ابيتوب كومبلكس هنا شنو الفكرة هذا الكمبلكس يعني تحتاج منو تحتاج تي سيل هسا نقول ليش هسا شو نسوي نرجع حاليش المحاضرة بهذا السلايد ثواني خلنا نبسحها نبسحها هنا احنا مو قلنا اول شي البي سيل اجاه باثوجين اخذته تمام من بعد ما اخذته حولته يعني شو الى قطع صغيرة وهاي القطع سميناها بيبتايت سوري 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 ثواني وين تمام قلنا الناس الباثوجي مو دخل الجسم منو اجدت عليه بي سيل هاي البي سيل اش سوت ابتلعتها سوتها بالداخل من بعد ما صار بالداخل قسمتها على شكل قطع صغيرة هاي القطع اخذت منها وحده تمام هاي وحده من القطع خلنا بسحة تتبين هاي وحده من القطع هاي القطعة شنو تتعرف عليها التي سيل؟ تمام؟ هاي اسمتها عندنا هالبر تي سيل شنو تتعرف هاي التي سيل على هاي القطعة؟ شلون هاي القطعة حترتبط بيها؟ ترتبط بيها عن طريق فد مولكيول تمام؟ هاي المولكيول شنو قلنا اسمها؟ اسمها ال mhc class 2 مولكيول هاي وجودها كلش اساسي ليش؟ لان هاي المولكيول حيقعد عليها منو؟ حيقعد عليها الانتيجين تمام؟ هاذا الانتيجين منحكود عليها حتقدر التي سيل تتعرف عليه تمام؟ هنو ذا تنتبهون هاي ترى ال mhc class 2 مولكيول قاعد منو عليها؟ قاعد عليها ال هاذا يسمو الباثوجين او الانتيجين ومنو يدمر هسا يلا قدر يرتبط تجدتي تي سيل هاي تي سيل تجدتي ارتبطة حتى تتعرف على هذا الباثوجين تمام؟ اوكي فهناش يقول انه ها هذا الكمبلكس تمام؟ او هذا يعني هذا ال mhc مولكيول تحتاجه همين وين دا يتكون انو همينه الى وجود وين؟ بالسبلين وهو ضروري المن؟ ضروري لالتيسا لان شفنا انو التينسا لما لا تقدر تتعرف الا بوجود هذا المولكيول لان هو اللي دا تقعد على سطح الانتيجين اوكي تمام؟ عدنا هانا شنو تجي على ال red pulp اوكي red pulp of the spline composed of an اوكي interconnected network of sinusoid تمام؟ هاي شنو تكون supported مدعمة مدعمة بشنو؟ مدعمة بلوس type of reticular tissue تمام؟ اللي هو اسمي splenic core اهنان شنو الفكرة؟ اهنان الفكرة ما لدنا فكرة السينسايد اوي شي هاي الكلمة هاي احد انواع الكابيلارية تمام؟ وهذا يعنوع من الكابيلاري هذا النوع الي يتكون هذا النوع من اللاع يعني احنا باعه الاوحية الدموية تكون انواع تمام؟ كل نوع اى ا cuál الى 분� şekل عنه فى النوع اسمه الشنو زيتنسايد عدنا فى الشنو سويد هذا الشنو يتميز ا Planet集 يتميز اوي شي نبيه فجاوات يعني انه احنا هذا الوعاء مثلا نتخيل انه يعني من بره كله مغلق تمام بينما هذا مثلا الساينسويد هنا تتميز انه هذا الوعاء تمام خلال يعني امتداده اقو بيه فتحات اوكي والدليل هاي الصورة دتشوفون هاي الفتحات هاي الفتحة اوكي هاي الفتحة شنو فائدة هاي الفتحات دتعبر منها دتشوفون هاي الار بي سي دتدخل من خلالها الار بي سي تمام ودتصير هنا انا بالداخل ودتروح بهذا الاتجاه تمام فعرفنا فكرة الساينسويد ومن بره شي يقول لنا يقول لنا انه هو سابورتد يعني ديصل لدعم عن طريق من هذا الارتكيلر تيشو اذا تنتبهون عندنا فتحة منطقة اسمها الساينسويد كور من الساينسويد كور طلعتنا دتشوفون هاي هاي المنطقة عبارة عن كلها شنو عبارة عن هاي المنطقة الفتحة عبارة عن كونكتف تيشو تمام وبيه مثلا ماكروفيج اوكي هذا الارتكيل كور دت امتد منه مثل الخيوط تشوفون هاي الخيوط الفاتحة لونها يتشع صار على الرصاصي تمام هاي الخيوط الفاتحة شنو اسمها فياتها اسمها اسمها الارتكيلر فايبر اهنا سوري من بين اذا ريون تقروها الارتكيلر فايبرز تمام تمام فاحنا جنو عندنا عدنا ساينسويد الكفز ساينسويد اوكي وهي ساينسويد محاضة او ساينسويد من بره عن طريق رتكيلر فايبر هاي رتكيلر فايبر من يا منطقة جايتني جايتني من منطقة السبونك كور تمام هاي حشينا هاي حشينا على الساينسويد تمام الساينسويد هي شنو هي احنا شنو الفكرة همين نفس الفكرة انو احنا انواع الخلايل عدنا شون تكون تكون عبارة عن long اذا تنتبهون على الخلية هي يعني حجم طولية long اوكي fusiform endothelial cell تمام اذا ننتبه باللغة ننتبه على الخلايا خلنا ناخد لون واضح مثلا لون اصفر الخلية الوحدة تنتبهون على الخلايا انو هاي خلية طولية وهاي خلية طولية هاي كذلك تمام الخلايا شون تكون تكون long fusiform cell مفصولة اوكي مفصولة ما بيناتها عن طريق شنو هاي اشترا ناقب شوي spaces بمسافات هاي spaces شنو حتى يمر من خلالها الدم فالهذا السبب ش سميناها سميناها blood تمام خلنا ناخد لون سميناها blood containing intercellular spaces تمام يعني مفصولة بمسافات حتى شنو مور من خلالها الدم شن تحتوي يسقب شوي قلنا ها ها ديس كونتينيواز بايزان لامين اهنانا نفس الفكرة رح نرجع نعيدها انو احنا قلنا هذا وعاء دموي يكون كونتينيواز تمام مستمر هذا مثلا لو نفرض مثلا البيزان لامين اللي هو الغشاء القاعدي باعوا الوعاء من بره شنو يكون محاط محاط مثلا خنفرض هذا الازرق هو غشاء قاعدي فالكونتينيواز الوعاء يعني الدموي اللي تصنيفة يكونكونكونتينيواز مالتا الغشاء القاعج سدلت انت فوها من رأس متا يكون مستمر بينما هذا مو قلنا به مثل الفتحات او الفجوات فهذا البيزان لامين اهنانا مثلا يكون هنا موجود منطقة الفجوة لكم موجود يكون هنا موجود فمالتا البيزان لاميناشون يكون يكون متقطع تمام فيكوندس كونتينيواز يعني ما مستمر بعوى دس كونتينيواز ما بي استمرار نتيجة للSPACE وهذا شنو ها يبعد underlying the endothelial and احنا شن عدنا عدنا شي قولنا احنا شن فكرة ما رتكيلر فبرول هي نفسها باعو هنا اكو عدنا كلمة موجودة اللي هي رتكيلر فبرول هياتهم نفسهم هم رتكيلر فايبر لقلنا عليهم تمام فيقول لنا انه ماكو البيض اللي عمنا متقطع وهي شون تكون محاطة محاطة بهذا نيلول هم فاتح كن الرصاصيات هذولة هذولة هم محاطة برتكيلر فايبر اوكي تمام اوكي بعد شي يقول لنا يقول لنا اوكي سيبلينيك كور كونتين بلازم السول سيتلاي رتكيلر سول بلد سول اند ماكروفايج باعو اهنا شون الفكرة احنا مو قلنا عدنا منطقة الساينوسويد اللي هسه حشيناها خلنا نمسح تمام تخربط عدنا هاي منطقة هاي المنطقة كلها منطقة الساينوسويد ليش لنه هذا قلنا الساينوسويد هو احد انواع لوعية دموية هاذا البيعاء شنو مميزاته مميزاته انو مات الخلايا شون تكون لونغتشودينا وبين هاي الخلايا هالخلايا هالخلايا واحدة منتصلة بالثانية لا مبصولة ما بيناتها عن طريق سبيس حتى يمر من خلال همنو البلد الدم ومن بره مدعم بيرتكيلر فايبر تمام من بره هاي انتشوف هاي القطوط مدعم بيرتكيلر فايبر فهاي خلاص من الحشي على السانوسويد من ناحية الريد بلب هسه بالريد بلب بعد شنو عدنا عدنا منطقة ما للكونكتف تشيو شنو اسمها اسمها سبلينيك كور هاي المنطقة تحتوي على هون من الخلايا أحد نوع الخلايا الموجودة بيها مثلا بيها بيها بلازما سيل تمام خلنشوها بالهاي لائت بيها بلازما سيل بيها بيها بلوت سيل وياتها البلوت سيل وهمين تحتوي على الماكروفيج وذا تنتبهون فهاي ثماني خلنشو حدودها مثلا ها هي الماكروفيج اوكي تمام شي يقول لنا يقولنا البروسس اوكي اللي دا تدخل يعطي process of ماكروفيج enter to the lamina of the sinusoid شان يتم هاي عن طريق شان دا تدخل الماكروفيج الى داخل السانوسويد عن طريق منه عن طريق الفراغات spaces ما بين منه ما بين الاندوثيلي السيل تمام انو هزال مثلا الماكروفيج اوكي لتريد تدخل جوا السانوسويد حال حال البلوت سيل تجي ناونا تقعد مثلا ال space مثلا تحب تشوف هذا space تجي تدخل بي تمام مصدر بداخل السانوسويد نفس مثلا البلوت سيل انو همين هي تدخل عبر ال space وكذلك نفس الميكانزم رح تدخل بيها الماكروفيج حسنا نحشي على التونسل التونسل شنو هي التونسل are arranged of هي شنو عبارة sorry هي عبارة عن مو arranged ما اعرف شو نقل هي عبارة عن aggregates هي تجمعات of lymphoid tissue تجمعات من الانسجة اللنفاوية اللي هي which some time lack of capsule عادة ما تفتقد يعني عادة تنقو بيها كبسول عادة تنقو ما بيها كبسول تمام all tonsils are in the upper section of the digestive tract حسنا تنتبهون هذا هو الماث تمام هذه منطقة الماث من بعد الماث هذا مثلا يجينا التونغ من بعد التونغ حتى يجينا مثلا منطقة الفارنكس أوكي من بعد الفارنكس يجينا المريء اللي هو الابيكلوتس أوكي فسحنا نعنا مثلا بالمنطقة مع oral cavity التجويف الفماوي بالoral cavity هو يمثل لنا بداية الجهاز الهضمي هو يمثل لنا شنو يمثل لنا الأبر section تمام من الجهاز الهضمي فبالجزء العلوي ما الجهاز الهضمي اللي هو الoral cavity حنلقى منه حنلقى التونسل أوكي هي ليش هاي موقع هذا موقعها يعني هي شي إنه إحنا حطينا إنه رأس إنه هذا مكان هلا بالعكس هذا الشي رب العالمين خلى لنا مثلا حتى مباشرة أي مكروب ممكن يدخل عن طريق المجرى التنفسي أو مثلا ممكن الشخص يدخل عن طريق الفهم منه حيقابل حيقابل مباشرة هاي التونسل فمرات شايفين مثلا قبل ما نصخن أو هاي مثلا كل بناعيم يتواجع عني هو مو بناعيم هي هاي التونسل اللي هي اللوزات تمام اللي هي تلتهب أوكي وبالأخص مرات توقع يشوفون هاي سموها البلتاين تونسل تمام فهاي هي هاي التلتهب ليش لهاي تمثلن يعني هي أول كأنما خط دفاعي يعني هي أول شي ديواجه الميكروبات وبالحكي سايتعتبر تحذيرا للإنسان أنه يكون متعرض لشي تمام حتى أنه يهتم من البداية قبل ما يتفاقم الحالة أوكي فهي وين كل موقعها عرفنا حتى سبب وجودها أنه موقعها بالأبر دايجستف تراكت اللي هي شنو تكون لين بني ذه أوكي كونتاكت وذ بي مثلا خلنفرض المبطنة للجهاز مثلا المبطنة للفم هاي جوا هاي الخلايا أوكي هاي خلايا مثلا إبيثليوم أوكي هاي خلايا ما النسيج جوا ها منو يستقر خلننا أخذ غير لون جوا ها تستقر منو تستقر التونصل التجمعات اللنفاوية الخاصة منو بالتونصل فموقعها من صاير صاير بنية أو تحت منو تحت الإبيثليوم تمام الإبيثليوم أوكي أو الإبيثليوم تمام عدنا أول وحدة من التونصل عدنا ثلاثة نوع يعني شون ثلاثة تونصل أول وحدة بهم هي رح نحش عليها هي البلاتاين تونصل تمام اللي هي منو هنمسح تصره سا منو هي هاي البلاتاين تونصل ليش نسبة الموقع هذا منو باعوا هذا منو بالأخضر هذا هو البلات تمام البلات منو هذا سق في الحلق تمام سق في الحلق مالتنا لو مثلا هس نرفع لساننا نلزم سق في حلقنا هذا الدن اللي اسمه هو هذا البلات تمام البلات بما أنو أكو يما تجمعات لنفاوية قريبة فسميناها على اسمه فش صار اسمها صار اسمها البلاتاين تونصل حتى تكون تسمية حلو منو نحفوظها تكون على اساس بهم تمام هاشنو هي بيها شنو بيها مثل الشقوق اوكي ديب امفاجينيشن او او كي ستراريفاي سكوينماس ابيثاليوم كوفرينغ او تونصل هاشنو تحتوي فريكنتلي عادة كونتيني دابرس هنا شنو فكرة هيا لو نيجي نشوفها مثلا هذا وصف نسيجي لو نيجي نشوفها بهاي الصورة النسيجية اوكي ها هي البلتاني تونصل احنا ذا تنتبهون احنا صار مثل الشق ندخلنا مثل الوادي هذا شنو هذا سمينا هذا بالسي السي هو اختصار اليام اليام سوري الي اسم الي اسم الكرت الي هي الشقوق بهاي الشقوق عادة شنو نلقى هنا بداخلها تتجمع بها الدابرس الدابرس هي البقايا تمام تمام وهاي من هذا متولد الشق هاي الطبقة الخارجية حلوون لكم اياها بلون الاصفر اذا تنتبهون هذا ثواني هاي الطبقة اوكي خلنرفع اللون تمام تبهون هاي اللون الوردي اوكي هاي هاي هي دي صر بها هاي هي الابثيليام اللي هو شنو كان نوعيتها stratified sequamous epithelium هاي هي اللي دي صر بها مثل الامبعاج خلنمسح هذا حتى يستعمار يتنبأج هنا صار بها الامبعاج وطلعت ورجعت طلعت مرة ثانية فهذا الخط الاصفر هو شنو عبارة عبارة عن sequamous epithelium صار بي invulgination وصوانا crypt وهذا الcrypt عادة ما شنو يكون يحتوي containing depress يحتوي أهمينا بعد شن تظهر لنا تظهر لنا lymphoid nodule بيها مثل القضاع اللنفاوية تمام with germinal center تمام اللي هي هاي دائرة الصفرة هي lymphoid nodule تشوفون هاي الدوائر هاي lymphoid nodule sorry وبيها بالوسط شنو هذا اللي أنا مسويته بالبرتقالي هذا بالوسط البرتقالي وهذا germinal center تم وبعد شنو تحتوي or separated from أوكي أوكي س subject sorry أوكي سوري ملاعرف شو نقرها الهي شون تكون مفصولة عن structure ات القريبة منها عن طريق شنو عن طريق كن نكتب تش كابسول طبعا والله جدي عرف شو ما نقرها بكل ش سوري الهي شون بعو هاي المنطقة هاي كلها شنو هاي تنفصل عن structure الجو ها تمام أوكي هذا مكتوبة تنفصل عن structure ات فهذا الجو أوكي هذا عبارة كله عن شنو هذا باللون الفاتح هذا عبارة عن connective tissue هذا CT هو اختصار للconnective tissue فائلة وجود هذا كله هذا باللون الفاتح تمام يفصل إن هاي المنطقة ما البلت هاي تنصل عن شنو عن مثلا fat structure صار لي جو ما نعرف إنه هنا مثلا fat structure connective tissue اللي هو هاذا أرجع عاشرة هاي طبقة من connective tissue تعمل كعازل ما بين هاي المنطقة اللي هي البلت البلتين تنصل وما بين structure الجو ها أوكي تمام وراها منو حنجي علي منو نحتي حنجي نحتي على منو الفارنجي التنصل الفارنجي التنصل هي شون نوصفها is a single tonsil sorry single tonsil in the posterior wall of the nasopharynx اذا الرجع نجي نشوفها هاي منو هي هو شي شنو اسمها الفارنجي ثواني فارنجي التنصل تمام منطقة هاي بعو هاي منطقة منو هاي الخط الرسم تا منطقة الفارنج تمام هاي منطقة منو الفارنج الفارنج مين تبدي تبدي من نانا تمام يمرات يسموها من القاعدة مال مال دماغ او اي from the base of the brain او خلينا نقول مثلا من قاعدة الرأس تشوفون هذا لو نرسم خط تمثلنا القاعدة هذا الجزء هو القاعدة مال رأس فهي مين لتبدي منطقة الفارنج اوكي منطقة الفارنج تبدي من نانا لاوضح لكم بداية الفارنج شنو حنلقى 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 تونسل هاش تميناها التونسل نتيجة انو هذا المكان يمثل بداية الفارنج فاشتميناها تمناها الفارنجية تونسل اوكي فعرفنا موقع حوين فالفارنجية التونسل يقولنا شنو هي is a single tonsil in the posterior rule of the nasal pharynx هاشنو nasal pharynx nasal pharynx sorry هذا شنو هذا النوز هاي المنطقة شنو هي nasal cavity تمام قلنا هذا الخاص شنو يمثل انه هذا الفارنج اكون نقطة هاي المكان يلتقي وهذا المكان يبيان نقطة هاي النقطة بهاي النقطة منو قاعد لو امسح منو حنشوف باعو منو قاعد هنا قاعد عندي المنو قاعدة الفارنجية تونسل هين صايرها صايرها بالجزء البوستريور صايرها كلращ بوستريور مقارنة مثلا هاي المنطقة كلها هي هاي المنطقة التقاء منطقة الفارنج منطقة النيزل punt هاي المنطقة هذا الجزء مثل منها انتريار بها جزء هي قاعدة قاعدة بالبوستريار فهينüyا قاعدة قاعدة بالبوستريار اوكي قاعدة بالبوستريار wall of nasal pharynx تمام نوع النسيج المغطات هي بي يا نوع هو يعني يحتوي على سيلية شعيرات شنو فكرة سيدو ستراتيفايد انو هذا مثل الكاذب يعني احنا نشوفه تمام وهذا سيدو ستراتيفايد ليش قاذب مرات احنا نتخيل انو هو مبين اكثر من طبقة هاي الفكرة خدناها مثلا لو نرسم غشاء قاعدي تمام هذا الغشاء القاعدي تستقر مثلا عليه خلايا تمام هاي خلايا هاي الخلايا صايرة كلهم يعني هم كلهم لا يستقروا على نفس الغشاء القاعدي بس مثلا صايرين اكثر من مستوى اوكي مثلا سوري خل نرسم هاي زيان هاي ترى كلهم خلايا وحدة يعني هذول كل هاي الخلايا ثواني مثلا هاي النوات هاي النوات اوكي احنا مثلا نتخيل نو هاي اكثر من طبقة بس هي لو ننتبه انه كل هاي الخلايا من جوة هاي من جوة هاي وحدة اثنية هاي كلهم مستقرين من جوة على نفس القاعدة يعني مدل نلقى مثلا خليه جي قاعدة وحدة فوق الثانية لا كلهم مستقرين على هذا الغشاء القاعدي تمام فهاي فكرة يعني شون خلايا العمودية شون الكاذبة مضبقة كاذبة وتحتوي على شنو قلنا تحتوي على سيليا هي الشعيرات تمام شنو فقط اوكي هو شنو هذي يكون ان فولدين يعني ما بي فولدات ما يحتوي على الكريبت تمام تمام اوكي هنا شنو بي او اوكي هزا خلصناهم خلصنا بالبداية منو خلصنا خلصنا البلتين تونسل تمام البلتين تونسل عرفنا انو هي اللي تحتوي على الكريبت عرفنا نو على الابثليوم من بره مالته شنو ستراتفاي سكويموس ابثليوم تمام وعرفنا انو هي شنو مرات تنفصل عن الستركترات اللي صايرة تحتها بواسطة شنو بواسطة كونكتف تيشيو كابسول اوكي وراها منو حجينا حجينا على الفرنجيل تونسل الفرنجيل تونسل هو موقعها شفنا موقعها صاير بالبوستيرير بالبوستيرير وال مالمن مالنيزوفاركس وشفناها بصطورة نرجع نشوفها اللي هو هنا تمام من بعد شنو قلنا ذيش اذا كان نوع النسيج مالتها شنو نوع الكابسول ما الابثليوم يعني الحاضة بيها من بره كان نوعها ستراتفاي سكويموس فهاي شنو صار صار سيدو ستراتفاي سيليايتد كولومينر ابثليوم وعرفنا شنو فكرة هاي التسمية وراها شنو ذيش اذا كانت تحتوي على كريبز ممكن تجي مقارنة فهاي ما تحتوي انفولدنج يعني ما بيها انفولدنج يعني ما بيها فولدات او ما بيها طيات تمام اخر نوع من التونسل من هي هي الينقوال تونسل الينقوال تونسل من اسمها ليش لينقوال عرفنا هذا السبب انه هي قريبة من منو من اللسان هذا هذا هو التونج وهاي الخطوط سيدا تسألوا عليها فهاي كلها عضلات اللي تربط التونج او تحاول تحركها تمام تمام فالتونسل القريبة من يمها هاي التونسل اللي صارها خلف التونج هاي اسمها الينقوال تونسل بس تقولوا لي ليش مو هاي مو احنا قلنا مو احنا قلنا هاي قريبة من البلت فصار اسمها البلت هاي التونسل بينما ذيشي الينقوال تونسل هي صارها خلف اللسان اللي هو هذا كل اللسان كل اللسان تمام عدنا شنو سيقول لنا باللينجوال تونسل نوع النسيج لبيها أو كفر باي يا نوع النسيج كفر باي عم طريق شنو همينا ستراتيفايت سكويموس نانكيراتينايز بيثليام شنو الفكرة نانكيراتينايز جلد مالتنا تمام مثلا من برة مرات موجود لنا مثلا ينشاف مرات نقول مثلا مشق تمام ونحط لها مثلا دهن بشدة اكثر شي فهذا اللي يمشق هذا يعيد يتقرن أو جلد مثلا مثلا الجلد ماتنا خلايا جلد تموت اللي هي من تتعرض للهواتيبس وتموت ويش تبدي تتقشر تمام فهذا هو تقرن فإحنا مثلا منطقة اللسان نحن دام تكون منطقة يعني شون راتبو هاي فهيكي بنوع الابتليوم شون يكون يكون نانكيراتينايز يعني ما يتقرن تمام أوكي يعني هو طبيعته نانكيراتينايز فشون طبيعته ستراتيفايت سكويموس نانكيراتينايز تمام وهو شن هو بوسس تيذ كريبس وبي همين شنو يحتوي على هاي الكريبس بهاي الشقوق اوكي نفس العبارة القرينها موين قرينها بالبلتين تونصل همين شنو يحتوي على الكريبس والكريبس تكون فريقونتلي يعني عادة شن تحتوي كونتينيك دابرس اوكي تمام وراه شنو ها هي نقدر نثبت هذاني المعلومتين استفاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة